والصمود تخيلوا بعد مئة عام من مقارعة الشعب الفلسطيني ما زالت الخان الأحمر في مكانها ما زالت القدس في مكانها ما زالت الهوية الفلسطينية في مكانها والشعب ثابت على أرضه وبالتالي نعتبر في وزارة التربية والتعليم العالي أن مسؤوليتنا ليس فقط تعليم الشعب الفلسطيني ككل شعوب الأرض وإنما تحقيق رؤيتنا في أن يتحول التعليم إلى منصة للتحرير في أن يكون التعليم فرصة لأبنائنا لاكتساب كل الخبرات المطلوبة وتشرب الجغرافية والتاريخ في مراحل عمرية مختلفة وهذا اليوم نرى بأنه لدينا آفاق رحبة من خلال مجموعة من أبنائنا في الجاليات الفلسطينية من سفاراتنا ودول الصديقة التي تفتح أبوابها للشعب الفلسطيني وآخرها كان تركيا التي باركت إنشاء مدرستين فلسطينيتين في اسطنبول وقريبا في أنقرة وبهذه المناسبة يحيي كل السواعد التي عملت خلال فترة قياسية ستة أشهر منذ أن اتخذنا القرار والتقينا مع أصحاب العلاقة السفارة بارك الله فيها وبالسفير إخواني في الجالية ومجلس العمال الفلسطيني التركي وكل من تابع نحن نعتبر المدارس الفلسطينية في العاصمة في العواصم المختلفة إنما هي سفارات أكاديمية بانتهاز تنقل الصوت الفلسطيني تحدث الناس عن الهوية الفلسطينية وتؤكد على استمرار مسيرة الإبداع وحتى عندما كنا في تركيا كما أقول كنت أتمنى لو كان الشعب الفلسطيني كله معنا وأنتم بارك الله فيكم ما قصرتوش نقلتم الحدث حقيقة عندما يقف أحدهم ويقول بوركة السواعد المبدعة تشعر أنت بفخر كبير أن كل هذه المقارعة والمشاغلة من الاحتلال وكآخرة صباح اليوم في بيت إكسا كل هذا لا يثنينا عن أداء واجبنا بأن نكون في الصدارة أن نتبيز بإبداعنا وأن يحتل الفلسطيني القمة إن شاء الله قمة العلم والمعرفة ومن يريد أن يكدس السلاح فليكدسوا رسالتنا بأن رصاص أقلام أبنائنا هو أجدى وأعتى من رصاص بنادق المحتمل وبالتالي المسيرة مستمرة صحيح وهنا بنتحدث أكيد عن بيت إكسا صباح اليوم ذهبت أنت وفد من الوزارة من أجل تفقد المدارس في بيت إكسا ولكن الاحتلال منعك من الدخول نتحدث عن هذه الإجراءات ضد المسيرة التعليمية نعم من الواضح أن التعليم بات يشكل عقبة كبيرة في وجه الاحتلال سيما أنه استمرارنا في أداء الخدمة استمرارنا في بقاء مدارسنا وتوقفها أمام كل المراحل السياسية بإسناد القيادة بدعم بقاء التجمعات السكانية بوقف التمدد الاستيطاني كلها تشكل بالنسبة للإحتلال مشاكل كبيرة والتالي هو يعتبر أن وزير التربية والتعليم العالم ممنوع أن يصل إلى القدس ممنوع أن يصل إلى بعض مناطق ضواحي القدس وعليه اليوم جاء هذا الإجراء الاحتلالي بالفعل بمنعنا عند حاجز بيت إكسا من الوصول إلى مدارس بيت إكسا للمشاركة في طابور الصباح والوقوف على الاحتياجات الضرورية لهذه المدارس بصحب الطاقم الوزارة المكلف بمتابعة المباني متابعة قضايا الإدارية والمالية وخلافه وهذا نعتبره حقيقة وسام شرف على صدورنا جميعا وهذا يشحذ الهمم أكثر فأكثر أنا قلت فيما كتبت على صفحتي على الفيسبوك منه هذا لن يمنحنا إلا جزء من الإصرار والله أقولها بكل تجرد جزء من إصرار الثابتين المرابطين على ثرى هذا الوطن في بيت إكسا وفي غيرها من القرى إن شاء الله المسيرة مستمرة كلما استمر الضغط كلما زاد الاندفاع باتجاه التحدي بإذن الله وإصار رسالتنا وسطنا للعالم يعني دكتور الموقف لليوم صار هو طبعا بشير على أنه يعني الاحتلال هو معلن وبشكل صريح عن استهدافه للتعليم الفلسطيني ورسالة للمدارس الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية ولكن ممكن أننا نتحدث أيضا أنه هذا الاستهداف على مستوى المدارس الفلسطيني بشكل عام في كفة ومدارس القدس في كفة أخرى كيف تقرأ صورة الأوضاع على مستوى القدس واستهداف الاحتلال للمدارس والنظام التعليمي هناك والمناهج أيضا طبعا ليس عبثا أن أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي هذا العام على عام العام الدراسي عام التعليم في القدس لأنها تعي تماما أن الهجمة تستعر بصورة أكبر فأكبر هناك استشراس في التعامل مع ملف التعليم في القدس تهويد محاصرة منع تأهيل وترميم مدارس منع بناء مدارس حجب المنهاج الفلسطيني تزوير المنهاج الفلسطيني واستخدام لغة العصة والجزرة مع المدارس إن كنت تريد أن تطبق المنهاج الفلسطيني فالحرب تعلن عليك لا تستطيع أن تستلم أي مبالغ تقارع في كل مكون من مكونات حياتك وإن كنت تريد أن تتحول إلى مدرسة تابعة للاحتلال مدرسة للبلدية تفتح لك كل الأبواب وكان من المحزن أن رأينا مؤخرا إحدى مدارسنا التي نقلت لمدارس البلدية وجاء رئيس بلدية الاحتلال وحضر الاحتفال وبعض الأطفال يغنون النشيدة الإسرائيلية ويقال بأن نفتلي بنت يعني يعد العدة لزيارة دات المدرسة أنا أقول عبر منبركم لكل المقدسيين أي سماح لأي شخصية إسرائيلية بدخول أي مدرسة على أرض القدس هو بمثابة حقيقة هزيمة لقطاع التعليم وهزيمة لمشاعر الشعب الفلسطيني وأنا وأكد مرة أخرى ثبات التعليم هو الحفاظ على الهوي استصرخ كل الضمائر عبركم بأن يكون بالفعل صمودنا في التعليم هو عنوان بقاءنا واستمرارنا وعليه إحنا قريبا سيكون لنا موقف إضافي وإحنا أعلننا عن عدة خطوات عملية لا يتسع الزمان الحديث عنها ولكن ستكون هنا خطوة عملية إضافية في إسناد التعليم في القدس تعرف إحنا هذا العام والعام الماضي والذي قبله قمنا ببناء 12 مدرس التحدي هذا الإصرار والتحدي الجميل الموجود عندكم في بنائكم لهذه المدارس أكيد نعم هذه المدارس تبنى في مناطق تجمعات سكانية إحنا لا نخترع تجمع كما يفعل الاحتلال ويأتي بمستوطنيه ويقوم بعملية الإحلال إحنا لدينا تجمعات سكانية نعتبر المسؤوليتنا الأخلاقية كوزارة تربية وتعليم عندما نتحدث عن عدالة التعليم يعني لاحظوا المستشفيات فيها مدارس اليوم كبار السن يعودوا للتعليم ورأينا خديجة أبو عرقوم المتوجهلة بالتحية تقدم الثانوية العامة عن عمر 75 عام وبالتالي أولى فأولى أيضا أن نوفر التعليم في مناطق التجمعات السكانية وهي الآن متاحة في 12 تجمع هذه المدارس الاحتلال لا يتعامل معها بأنا مؤسسات أكاديمية يعتبر أنها عقب كأداء في وجه التمدد الاستيطاني في مواجهة إزالة التجمع وفي مواجهة العملية التعليمية برمتها وإثبات وإسناد الهوية الفلسطينية وبالتالي رأيتم في زنوتا قام بتفكيك المدرسة أطلقنا العام الدراسي في زنوتا في خلة الضبع في مسافر يطة قام بإزالة المدرسة بدأنا العام الدراسي في خلة الضبع إحنا بنقول من خلال وزارة التربية والتعليم العالي اللي بتعلم أبنائها الهوية والثبات والانتماء والمقاومة في وجه الاحتلال إحنا بنقول بصراحة النكبة الفلسطينية لم تتكرر رحيلنا من أرضنا أصبح أمر مفروغ مرفوض تماما وقضية مفروغ منها في حديثنا عن بقاءنا ورفضها وبالتالي كل مدارسنا اليوم وفي الخان الأحمر تروع اليوم ساحة المدرسة هي بالفعل بؤرة المقاومة الرئيسية وهي التي تحتضن الجميع في مبيتهم في مظاهراتهم في احتجاجاتهم حتى في احتفالتهم في أعراسهم اللي بنهني البلبول بعرسه وأيضا حتى باستضافة الأركسترة الوطنية المدرسية أصبحت المدرسة تشكل عنوان البقاء والثبات والتالي ليس غريبا أن يقارعها الاحتلال بكل مكونات نتحدث أكثر تفاصيل عن مدرسة الخان الأحمر شرق مدينة القدس وخطة وزارة التربية والتعليم من أجل حمايتها وإسناد طلابنا والمعلمين اللي موجودين أكيد في المدرسة يعني ربما لاحظتم هذا العام بدأنا العام الدراسي مبكرا في 16-7 انطلق العام الدراسي بينما أطلق في المدارس الأخرى في 29-8 يعني نتحدث عن فترة زمنية ليست بسيطة أطلقنا العام الدراسي هناك بغرض أن تكون المدرسة فعلا خلية نحل ليست فقط منصة لتواجد المتضامنين والمؤازرين للتجمع وإنما أيضا المدرسة تقوم بواجبها الإسنادي اللازم وقمنا بتنظيم مخيمين صيفيين وأيضا احتفال الأوركسترا المدرسية ومعرض ناهيكم عن الآن وزارة التربية والتعليم جزء من عملها نقل لمدرسة الخال الأحمر وفي كل يوم هناك إدارة عامة ومديرية من مديريات التربية يأتوا لممارسة عملهم ومتابعة إسناد الأهل هناك قمنا أيضا بدعوة مدرسة أخرى للدوام في المدرسة لدينا صفوف من 1 لـ 10 عدد الطالب حوالي 177 طالب سنعزز هذا الوجود أكثر فأكثر بالأمس كنت صباحا في الخان الأحمر وتشرفت بأن أكون على منصة هذا البرنامج وأقول بصراحة بأن المدرسة المكون الاجتماعي والنضالي صورة فسيفسائية متكاملة من البقاء والتأكيد على الصمود التقيت بمجموعة من المتضامنين الإسبان مجموعة من المتضامنين النائمين في موقع الخان الأحمر من الأصدقاء الدوليين هذا هجوم التفاؤل هذا هو هرمون الإرادة المطلوب أن يكون بالفعل هناك إسناد لأنه لا طمأنينة في التعاون مع الاحتلال اللي بمنعك على حاجز والذي يسحب تصريحك والذي يمنع للتعليم أن يأخذ دوره والذي يحاربه في القدس ويزور المناهج من أجل خدمة الرواية الإسرائيلية يستطيع أن يقدم على كل شيء لذلك الثبات ثبات ثبات هو عنواننا إن شاء الله أنت برضه وعي الطلاب بدأنا بالمثل أن تقل سؤالك بس أنه فعلا الطلاب الموجودين في هاي المنطقة تحديدا في مدرسة التحدي المبنية من الإطارات في قرية الخان الأحمر عندهم وعي كامل بما تتعرض له هذه القرية وهاي المدرسة أنا قابلتهم في السابق وهما فعلا أصحاب إرادة وعزيمة وكانوا يحكوا أنه إحنا مش راح نرحل من هون حتى لو هدموا المدرسة راح ندرس على الركاب أنا قلت وعدت أنه النكبي لن تتكرر في مدارسنا سنعود دائما لألعام الدراسية ونعود دائما لكتبنا وصفوفنا المدرسية الاحتلال يستطيع أن يقارع دبابات وجيوش وفرقطات وسلاح وخلافه لا يستطيع أن يقارع حقيبة وبالتالي معركته ضعيفة معركته الأخلاقية إن امتلك أي نوع من أنواع الأخلاق أمام المجتمع الدولي صعب لأنه يأتي المجتمع ويقول له أنت تقارع مدرسة تريد أن تزيل مدرسة فهو أفضل طريقة للتعامل معنا هو اتهامنا بالتحريض هو الحديث عن مناهجنا بأنها تحرض على العنف هو محاولة إزاحة أسماء الشهداء عن مدارسنا هو محاولة كذا وكذا لأنه الهدف الرئيسي هو أن يقول بأنه هذا تعليم محرض وهذا تعليم مخرب وبالتالي يشرع أمام العالم إزالة مدارس ولكن القضية مفضوحة الآن واضحة للعيان مدارس فلسطين أنا قلت كما الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى وتستمر وتنتصر واليوم الرئيس في كل محطة يزورها يتحدث عن الخان الأحمر ويتحدث عن المدارس وهو يعرف تماما والجميع يعرف بأن الخان الأحمر باتت تشكل كل فلسطين اليوم إزالتها يعني إزالة حل الدولتين يعني القضاء على القدس يعني تمدد الاستيطان يعني الإجهاز على الحلم الفلسطيني والتالي أملنا أن نبقى على هذا الثبات على هذه العزيمة وهذا الاحتلال إلى زوال علينا أن نؤمن بأقلام أبنائنا بكتبهم وبحواسيبهم ننتصر للتعليم ونرفع رايته ونفتح سفاراتنا الأكاديمية أكثر أنا هنا كمان بحب أذكر بأنه مع افتتاح العام الدراسي كان في مدرسة أيضا بزيق في محافظة طواس الأغوار الشمالية أيضا مدرسة مريحة آخر بيت مريحة هنا تحدث عن مجموعة من المناطق لمحاذي للجدار والاستيطان وفيها طبعا اعتداءات من قبل الاحتلال وهذا دعم للطلاب والأهالي الموجودين هناك دكتور تحكي لنا رسالتك لهؤلاء الطلاب الموجودين في هذه التجمعات هذه المناطق التي هي ممكن أكثر محاذاة للاعتداءات الإسرائيلية ورسالتك لكل طلاب فلسطين اليوم سبح لي أقول بأن الناس تعتقد بأن من هو في موقع المسئولية في وزارة التربية والتعليم العالي قد امتلك ناصية العلم بالكامل ولا يعرفوا أنه نحن كل يوم أيضا نعيش دروس من نوع آخر ونتعلم بطريقة أخرى نتعلم من إصرار الناس من عزيمتها عندما تبدأ العام الدراسي في منطق تبزيق ربما كثيرون لا يعرفوا هذه المنطقة في محافظة الطباس عندما تبدأها في زنوتة في خلة الضمع في المنطار في جب الديب التي تحدثنا عنها مرارا كل هذه المواقع إنما تقام مبنية أساسا على إرادة الناس على عقيدتها على إيمانها بأن التعليم تحرير وبالتالي كل التحية والتبركات للمحررين كل التحية والتبركات لكل القابضين على جمر العلم كل التحية والتبركات لجامعاتنا الفلسطينية التي اعتدي عليها ولكن تأبى إلا أن تكون عصية على الانكسار التعليم في فلسطين تحرير إحنا ليس هدفنا أن نملأ جامعاتنا ومدارسنا بالطلاب هدفنا أن ننتقل لصناعة المعرفة وعليه أن نتخذ كل الخطوات الموجبة لتجويد وتحسين التعليم حتى يكون المنصة الحاضرة وأنا قلت في اسطنبول وأقولها اليوم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إن شاء الله إن لله عبادا إذا أرادوا أرادوا إن شاء الله إحنا من أهل الإرادة والعزيمة على الحواجز في مواقع المواجهة التعليم سيكون بالمرصاد الاحتلال إن شاء الله أكيد بنشكرك على وجودك معنى الدكتور صبر صدام وعلى هذه المعنويات العالية الموجودة عندك والتي أعطيتنا إياها أكيد ولكل طلابنا وطالباتنا شكرا لجهودكم من أجل دعم التعليم في فلسطين ومن أجل تعزيز صمود المواطنين في فلسطين جهود كبيرة بتبذلها وزارة تربية والتعليم وكل يوم بنشوف نشاطاتها وكل يوم بتشارك مدرسة وطلابها في طبور الصباح شكرا إليك دكتور شكرا إليك وأنا أكيد من خلالك بدي أصبح على كل الطلاب في فلسطين وبيدي أصبح على المعلمين والمدارس مدارس القدس أكيد رح نكمان صباح الخير لمدارس التحدي الموجودة في أكثر الأماكن التحام مع الاحتلال وأكيد دائما صباحنا كله بيكون إن شاء الله حرية وتحرر زي ما حكى دكتور صبري صيدم وأكيد أيضا بالعلم دائما نحمل الرسالة الفلسطينية القوية لكل العالم أكيد مشوارنا مكمل ميسا أكيد بعد هذا الفاصل خليكم معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة جديد سياسة الإهمالي الطبي بحق الأسرة هي سياسي قديمة جديدة ومستمرة وهي نهج تستخدم مصلحة سجون الاحتلال ضد الأسرة الفلسطينية داخل سجونها طبعا منذ أول يوم لأول أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال نعم ومؤخرا تصعدت حدة هذه السياسة من خلال المماطلة بعلاج العديد من الأسرة وتأخير إجراء العمليات الجراحية لأسرة كمان آخرين وعدم توفير الأدوية اللازمة للأسرة المرضى طبعا للوقوف أكثر ميسع على هذا الموضوع نستضيف معنا في هذا الصباح الناطق الإعلامي في هيئة شؤون الأسرة والمحررين حسن عبد الربو يسعى الصباح صباح الحرية لأسران البواسل نتحدث أكثر عن تصاعد الانتهاكات الطبية من قبل سلطة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرة في السجون بالتأكيد في هذا الصباح لابد من نوجه تحية فخر واعتزاز إلى أسرانا وأسيراتنا خلف قطبان سجون الاحتلال الإسرائيلي ودون شك الأسرة المرضى في داخل السجون يعانون الأمرين ألام القيد والإضافة إلى ألام المرض حيث أن سلطات الاحتلال ممثلة بمصلحة السجون تفاقم من معاناة الأسرة لا تعمل على تقديم العلاج الطبي الحقيقي واللازم لهم وهذا يعود إلى أنعدام وجود التواقم الطبية المتخصصة أنعدام وجود التجهيزات الطبية والمعدات اللازمة في عيدات السجون وحتى فيما يعرف بمستشفى سجن الرمل أيضا يفتقد إلى المقومات الرئيسية لعلاج الأسرة من حيث التشخيص من حيث التدخل الجراحي من حيث أيضا التشخيص المبكر للأمراض أيضا نوعية الأدوية والعلاجات التي تقدم في بعض الأحيان هي فقط عبارة عن مسكنات وهي بهدف جعل الأسير يتعايش مع الحالة المرضية التي يعيشها وتفاقمها وتفاقمها بالتأكيد وبالتالي نحن أمام حالات مرضية صعبة للغاية في داخل السجون منها ما يعاني بالسرطان ومنها من يعاني بحالات أمراض نفسية وعصبية هذا طبعا بحتاج إلى علاج خاص هناك حالات من الأعاقة والشلل هناك مقعدين هناك من يعاني من أمراض في القلب هناك من يعاني أمراض في ضيق التنفس وأمراض في فشل كلوي فشل كلوي بالتالي نحن أمام حالات مرضية صعبة تحتاج إلى علاج آخر هذه القضايا كانت قضية الأسير الطفل خليل جبارين الذي اعتقل قبل أيام بعد إصابته بدلا من أن يمكت في العلاج فترة أطول في المستشفيات المدنية تم ترحيله إلى سجن أعيادة سجن الرمل وهي أعيادة تفتقد لكل المقاومات وهذا مؤشر واضح على استهانة واستهتار سلطات الاحتلال بصحة وحياة الأسرى الفلسطينيين هناك الأسير ياسر رباية على سبيل المثال وهو من الحالات المرضية الصعبة عاليا يعاني من أورام السرطانية هناك الأسير فؤاد الشوبكي وهو شيخ الأسرى الفلسطينيين أمره نحو سبعين عاما يعاني من أورام السرطانية أيضا بحاجة إلى علاجات والقائمة تطول معتصم رداد منصور موقدة ناهض الأقرع خالد الشويش رياض العمور بحاجة إلى تغيير منظم لدقات القلب منذ ست سنوات وهو يطالب بذلك وحتى رياض العمور نعم من بيت لحم وهو محكوم بالمعدة مؤبدات حتى اللحظة لم يتم التجاوب مع كل هذه المطالبات بالرغم من المناشدات بالرغم من المطالبات القانونية بالرغم من تدخل الصليب الأحمر ولكن نحن أمام تعنط إسرائيلي وجمريمة مستمرة ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه هؤلاء الأسرة وهذا بطبيعة الحال يتناقض كلياً مع الالتزامات الدولية بما فيها اتفاقية جينيب التي تلزم سلطات الاحتلال كقوة آسرة وقوة محتلة بتقديم كل ما يلزم من علاجات بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية بما في ذلك إدخال الأطباء المختصين بما في ذلك توفير الخدمات الموازية الخدمات الطبية في المستشفيات المدنية للمعتقلين والأسرة في الوقت المناسب وبما يحتاجونه من علاجات كاملة ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في التنصل من ذلك وهذا أدى إلى طفاقم الأمراض إلى استشهاد عدة أسرة في داخل السجون كان من ضمنها الأسير عزيز عوسات وهو أسير مريض وأيضاً استشهد في داخل السجن ولازال جثمانه محتجز منذ آيار الماضي بالرغم من أنه مريض اعتدي عليه واستشهد في داخل السجن هناك أيضاً الشهيد ميسر أبو حمدية كان يعاني من أورام سرطانية استشهد قبل عدة سنوات في داخل السجون وهو يعاني من مرض السرطان ولم يتميل فراجع عنه أيضاً الشهيد حسين عطلة من نابلس وكذلك الأمر أدت شهداء آخرين من منطقة جنين وغيرها كتر ممن ارتقوا بسبب سياسة الإهمال الطبي نعم أستاذ حسن نحن نحكي عن الكثير من التدخلات التي صارت على المستوى الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية نحكي أيضاً عن الكثير من الإضرابات والمعارك التي هي على المستوى اليومي بين الأسرة ومصلحة سجونة لاحتلال نحكي أيضاً عن تدخل لمؤسسات دولية نحكي أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أيضاً نحكي عن الجهود الفلسطينية المبذولة في إرسال رسائل إلى العالم والضغط على حكومة الاحتلال ولكن كل هذا يقابل بتعنت إسرائيل وهنا نحن نتحدث عن جانب آخر اللي هو الجانب الإنساني عوائل الأسرة نحن نتحدث عن صورة على الجانب الآخر ومن أن أسر وعوائل الأسرة اللي هم طبعاً أبنائهم في داخل سجون الاحتلال بعانوا من هذه الأمراض فإحنا ممكن نتعامل أيضاً مع هذه العوائل بالتأكيد نحن نتحدث عن حالات صعبة وقاسية ومؤلمة يعني عندما نتحدث عن الأسيرة إسرائيل جعبس وكيفية تتدبر أمرها في داخل المعتقل نتيجة الإصابات التي لاحقت بها وكيف ينظر طفلها أمره أدت سنوات إلى والدته اليوم وبالتالي هناك مأساة حقيقية من الناحية القيمية ومن الناحية العاطفية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية الإنسانية تعيشها الأسيرة أو الأسيرة في داخل السجن هناك إسرائيل جعبيس هناك حلوة حمامرة هناك أيضاً أسيرات كتر وصبنا خلال عملية الأتقال ويعانين من ضمنهم مرح بكير ولكن بشكل واضح أسرة الأسير نفسه تعاني والدة الأسير ياسر ربايع من بلدة العبدية وسكان منطقة العزرية عندما تزورها وتلتقي بها ترى في كل حرب في كل نظرة من نظرات عيونها ألم وحرقة على ابنها على الذي محكوم بالسجن المؤبد فقط لا تريد سوى أن يتقدم له العلاج الطبي الحقيقي سوى أن تضم ابنها أن يعود لها حياً طيباً وليس ملفاً بالعالم الفلسطيني ومستشهداً في داخل السجن هذا كل ما تريده هناك تجارب نعيم شوامره الذي خرج من المعتقل وتحرر في الدفعة الثالثة لم يمكت سوى عامين وكان يعاني من ضمور العطلات لم يعالج في داخل السجن والدته حتى اليوم تبكي حرقة وألماً بالرغم من أنها احتضرته نحو عامين بعد تحروره من الأسر واستشهد بسبب المرض بسبب الإهمال الطبي في داخل السجن نحن نتحدث عن جريمة مستمرة متواصلة هؤلاء الأسرى وتحديداً الأسرى المرضى هي مسألة الإفراج عنهم وتحريرهم من الأسر وإنقاذ حياتهم هي مسؤولية كل الوطن الفلسطيني المستوى السياسي وأيضاً الفصائل العمل الوطني والمقاومة الفلسطينية بأن يمنح هؤلاء الأولوية في أي حديث سياسي أي مفاوضات سياسية أو أي عمليات تبادلها الحديث عن ذلك لأن ذلك يتعلق بإنقاذ حياة إنسان فلسطيني يمكت عشرات السنوات في داخل الأسر وأيضاً محكوم بفترات طويلة جداً بالسجن المؤبد وبالتالي نحن إذا كان لدينا طفل أو إنسان مرض وهو في بيته كل العائلة تدعى له من أجل علاجه فكيف نحن تحدث عن إنسان في داخل الأسر له عشرين عاماً أو خمسة وعشرين عاماً يعاني من أمراض مزمنة خالد الشويش من طول كرم أيضاً مصاب بعدة رصاصات شيء مشلول ومقعد لا يعرف طعم للنو ولا الراحة هذا شيء مؤلم جداً ومؤسف جداً أن يصمت العالم والمجتمع الدولي إذا هذه الجرائم لأن حتى هؤلاء وهم يمكتون في داخل السجن لا توفر لهم سبل الراحة للأسف على الإطلاق للأسف وأنتم لديكم دور مهم في توثيق هذه الحالات وفي العديد من الحملات الدعم والمناصرة للأسرة وتحديداً نتحدث عن الحملات الدولية نتحدث عن هذا الموضوع بالتأكيد الحملات الدولية نحن قمنا ونظمنا عدة حملات باستمرار نحن مطالب الجهات الدولية طلبنا المفوض السامي لقضايا حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان المنبثقة والتابعة للأمام المتحدة طلبنا البرلمان الأوروبي في عدة لقاءات رسمية طلبنا قبل نحو شهر من خلال الأخل اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحرارين منظمة الصليب الأحمر الدولي في اجتماع رسمي مع مسؤولي الصليب الأحمر بأن يكون لهم جهداً أكبر وتدخلاً أكبر وضغطاً أكثر على الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً لقضية الاهتمام بالأسرة المرضى في داخل السجون عندما نتحدث عن أسرة نقصد بذلك الأسرة والأسرة دون فرق في هذا الشأن ولكن هناك بالفعل معاناة حقيقية تستوجب أن يكون تدخل من العالم في هذا الموضوع وللأسف نحن ندرك بأن الاحتلال الإسرائيلي هو يتعامل بعنجهية وبصلب في هذا الملف إذ أن دولة الاحتلال حتى اليوم تحول دون السماح لأي لجنة تحقيق أو تقصي حقاق أو حتى لجنة طبية من منظمة الصحة العالمية كليجان دولية للوصول إلى أوضاع الأسرة في داخل السجون وخاصة للأسرة المرضى نعم شكرا لك حسن عبد الربو الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرة والمحررين على هذه المعلومات وأكيد من خلالك نبرق التحية في هذا الصباح لكل أسران البواسل داخل السجون الاحتلال نتملنا لهم أكيد الفرج العاجل والقريب أكيد وقتوصنا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح العديد من الرسائل من أسران البواسل في سجون الاحتلال بنحب نقولكم صباح الخير إن شاء الله الحرية أقرب لكافة أسران في المعتقلات الإسرائيلية في عفر المسكوبية النقب إن شاء الله شمس الحرية بتشرق عن قريب عن كافة المعتقلات وأكيد ما بنلسى نفحة وكافة المعتقلات يعني إن شاء الله الحرية قريبة أكيد إن شاء الله كل التحية أكيد لأسرانا في هذا الصباح وأكيد مشوارنا الصباحي مكمل وبعده إن شاء الله رح نكون مع فقرة جديدة أو لا رح ننتقل مباشرة زميلنا محمد اشتيي موجود معنا مباشرة من سلفيت رح يحدثنا عن الزيتون المكلس وهو طريقة جديدة رح يتعرف عليها من خلال زميلنا محمد اشتيي صباح الخير صباح الخير محمد وصباح الخير ميساء وصباح الخير لمشاهدين العزاء رح نكون مع صفحة من صفحات التراث نتجول ونقرأ بعض العنوين التي خطها الأجداد وورثها الأبناء هذا الصباح سنكون مع إحدى الوصفات المتوارثة والتي دأوب المواطنون في سلفيت على تحضيرها قبل موسم الزيتون وهي تجهيز الزيتون بما ينتج عن مادة القطرون وطبيق الزيتون تفاصيل هذه الطريقة نتحدث عنها مع السيدة سميرة زهد وهي التي تقوم بصناعة هذا النوع من الزيتون المكلس صباح الخير خالتة صباح النور صباح محمد الله يخليك يا ربي أولا نحكي عن أنواع الزيتون اللي بتستخدم في هذا النوع من الزيتون في تحضير هذا النوع من الزيتون لازم لما اللقط لما اللقطه لازم يكون الحب يعني ما فيه أي خدش ما يكون فيه أي جرع يكون حبته كبيرة ويكون يعني مليح يعني زي ما احنا شايفين حتى في عندكم انتو الزيتون يجوه البيت أغلب الناس دايماً بيكون عندهم جنب البيت بيستخدموا لهي الوسيلة عأساس إنهم بحضروا الزيتون من جنب البيت أول يعني تقريباً الموسم عشرين يوم بيبلش فأنتو بتستبقوا الموسم في تحضيره صحيح في ناس بيكونوا مخلصين برضو زيتون ما عندهم فبستعجلوا بيعملون شوي ترصيص عأساس إنهم شوف الطريقة كيف أول شي طبعاً هين لقت ماء هاي الزيتون هادا كله لقت ماء بيكون نضيف ما في أي شي يعني الحبات المليحة بنقيها أه لا يزي ما يكون فيه خدش ولا يجرح في حبات الزيتون أه بعدين هسا بن المادة الكلة أه هذي المادة هسا إحنا بنفسيها طبعاً المادة الكلة اللي هي من طبيخ الزيتون أه طبعاً من طبيخ الصابون هاي المستخرجها ميت الكلة بيستخدموها مادة حارقة طبعاً أكيد مادة حارقة اه بعد ما احنا بنغسله خطين كله كله عشان فيه كشر مش مشكلين احنا لازم النكي طبعاً من الشوائب الورقة اه طبعاً طريقة هذي من وين خطين عن قابق عن المياتنا وعن أجداجنا زمان كانوا يعملوهم لأنه قبل ما ينزلوا بالزي اه طبعاً بنغسله وبعدين هسه بنحط عليه المادة الكلة بنحط عليهم مادة الكلة طبعاً جي مادة كاوي طبعاً اه كاوي ما بقدر واحد يمسكها في يده ارفعه هسه هاده بنخليه منكوع لمدة ساعتين بس ساعتين نص أقصى حد لأنه ده بطول بيستوي الزتون وبصير يعني طري وما بزبط كم مدة تحضيرها في تقريبها؟ بعد ساعتين ونص بنغسلها وبنصير نزل عنها يومياً الصبح والعصر تامن نروح يعني يصفى ميتها وصير هي حلوة بعدها بنملحها بنحط المليح كم يوم لهم هدول؟ هدول لهم من يوم الجمعة يعني لهم ثلاث ايام هسه صاروا حلوين هدول يعني اذا بتقدر تدوكوا حلو ما فيه ايه ما مغسول ما مغسول بعدين احنا كل يوم بنزل عنه فبنضف ما بيضل ايه يعني ما بيضل مادة الكلة فيه لانه المية بتنظفه طبعاً الصباح والعصر بنزل عنه كل يوم كيف حلو؟ فيه طعم اتروني؟ لا ما هو لما نملحه بنزل عنه؟ بنزل عنه طبعاً تايصير حلو على الاخير بعدين بنحط له المليح سريعة هي الطريقة جداً؟ اه اكيد خلال يومين ثلاثة بيكون جاهز طالما راحة المرار منه بنحط له المليح مرتين باليوم الصباح وبالليل اه اه ثلاث ايام بيكون جاهز بنحط له المليح ولمح اللمون وسكر طبعاً بس انت تسوي كميات قليلة لانه اه بس هيك يعني مؤقت تسبيكت حال اه طبعاً شوي بس حتى انتوا زارعين شجرة في اه لا هيك اشي اه لنفسنا هذا خصوص كمان لرصيص اه لمكلس اذا بنا اياه اسود بنخليته يسود اذا بلا بنا اياه اخضر بيضل هيك بس هدا كان يعني جهزناه قبل بوقيت اه تحطوا عليه مليح ولمون تحطوا عليه مليح ولمون في ناس تحطوا عليه فلفل الجزر حسب يعني كل واحد حسب رغبته كانوا المزارعين وحتى لحد الان هي طريقه متوارثة يلجاولها لانه بدهم ملحقوا الموسى يعني كابل الموسى تحب تدوكوا هدا عليه مليح ولمون هسه جاهز يعني رصيص جاهز كيف طعمه اه زاكي كثير زاكي لسه كمان لما بيتشرب الملح واللمون بيكونوا قطيع اه 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 مسامم جاهزة فهيك كان متوارثين يعني عن امياتنا عن ستاتنا ذاتون مستعجل هو سؤال يعني المادة هي كاوية ومادة اللي هي ناتج عن مادة الكاتروني راح نحكي عنها كمان شوي مع اه زميلنا اه الاستاذ اشرف زهد اه يعني بتخفيش تكون مثلا او ضل منها اشي يعني عالق لا ما اظن لانت خلال هاي التيام بتزل عنه كده مرة فبتنغسل الحب ما بضل فيها اي اثر ما اظن الضر لو بدها الضر ضرت امياتنا وستاتنا وكل اللي اكلوا منها ما اظن الضر بس هو سؤال يعني فضل ممنوع تنفتح الحب لا لازم ما ندكها ولا نسطحها ولا يكون فيها اي خدش لازم تكون صافي الحب ما فيها اي شي كم بتقعد في الملح واللمون خلاص هس هلا جاهز بتكون جاهز الا الاكل اه هسا هي جاهز الا الاكل لونه جميل حتى اه بصير لونه اصهر كمان مين اطيب هو اللي بتجهز والله لا اللي بتجهز طبعا بندك بتكون اطيب لانه بدخل في جواته الملح واللمون وهيك يعني شغلات كم بتساوي كمية يعني انت للعيلين يعني ايك بس تدويكة مرتبانين يعني بس هيك اه يعني شوي والمادة اللي بتساويها فيها اللي هي الكلي هذي من ناتج عن طبيق الصبونة موجودة عندك اه طبعا بتكون موجود وناس كثير بيجي بأخدوا هسا بموصلة بيجي بأخدوا بسألوني عشان بطبخ صبونة عام مدار السنة يعني بيجي بسألوا في عندك كلي بأخدوا بينهم بعملوا زتون وفيه منهم بيستعملوا للتنظيف المخابز المناكيش والزيت كثير كثير بيضنظف الزيت راح نحكي انت كم لشغل راح نكمل عزائي المشاهدين نعرف خطورة او فوائد هذه الطريقة طريقة الزيتون المكلس اللي لها تأثير على صحة الانسان لان مادة الكلي مادة كاوية في التنظيف بس بتستخدم ايضا لسرعة نضوج هذا النوع من الزيتون معي هنا الاستاذ اشرف زهد الباحث في شؤون البيئة صباح الخير صباح الخير لك ولكل استاذ المشاهدين أستاذ اشرف يعني مادة كاوية وطريقة متوارثة من اصدق الطريقة المتوارثة ام يعني طريقة اجدادنا ام العلم اللي بيحكي عن هذه المادة اللي تستخدم في صناعة الصابق طبعا هم اجدادنا كانوا يراعوا النظام الامان في قضية الاستخدامات بعض الامور طبعا هم كانوا يستخدموها عن طريق التجربة ولكن طبعا علميا يتحد هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم اللي هي الاتروني يتحد مع احماض الزيت لانه الاتروني قاعدي يتحد مع احماض الزيت مكون مادتين اللي هي المادة الاولى اللي هي الصابون المادة المتصبني اللي نستخدمها للصابون والمادة الثانية اللي هي الجليسارين وايضا هي مادة مهمة ومفيدة تستخدم في كثير من الامور طبعا الكيميا بتحكي انه نضيف نضيف كميات محدودة ومحسوبة من المواد لانتاج الصابون والجليسارين ولكن يعني في خطورة نفهم يعني نوضح لمشاهدين انه في خطورة او لا نعم المياتنا وستاتنا لما كانوا يستخدمين او يصنعن الصابون هم بحطوا كميات غير محسوبة فالمادة المتكونة هي الكلي الكلي طبعا هي اضافة للجليسارين الموجود فيها هي موجود فيها بعض المخلفات اللي كانت اصلا هي من الاترون يعني هيدروكسيد الصودي ومهما مادة قاعدية كاوي طبعا الكلي بيستخدموه اضافة علاوي على في صناعة قد تكون الرصيص او غيره ايضا تستخدم في المنظفات يعني امياتنا بيستخدموه في التنظيف لمن يعصى عليهم مواد دهنية هو بحل المواد الدهنية ولكن الكليسارين بشكل عام هو مادة مميزة ولها استخدامات كثيرة تستخدم في الادوية تستخدم في معاجين الاسنان نصيحة الاخيرة طبعا هو ايضا المادة هذه اذا ما غسلت بشكل جيد هي تستخدم هي تسرع من عملية تخلل الزيتون يعطيك العافل استاذ اشرف زهد الباحث في شؤون البيئة طبعا عزائي المشاهدين ويبقى التراث مكانه في حياة المواطنين رغم التحذيرات ولكن الطعم حقيقة زاكي ويخدم المواطنين مع بداية هذا الموسم حتى قاموا بزراعة أشجار من هذا النوع في بيوتهم وطبعا يحضر هذا النوع من الزيتون مع الفطور ومع بداية موسم الزيتون يكون رفيق المزارعين في صباحاتهم إليكم زملائي شكرا جزيلا للزميل محمد اشتيع لها الفقرة المميزة ضمن برنامجنا الصباحي طريقة جديدة أنا أول مرة بعرف عنها طريقة حلوة ومميزة وجديدة شكرا اشتيع دائما بجيب لنا المواضيع الحلوة خاصة المتعلقة في الزراعة ومحافظة سلفيت مميزة أيضا في شجر الزيتون وشبنا كمان مجهزين الفطور الفلسطيني شهانه بصراحة منعيش وزيتون بصراحة آه شهانه صحة وهنا اشتيها أكيد إلو لديو فننتقل إحنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء لأن شاهد هذا التقرير لزميلة إيمان هاريدي حول موضوع مهرجان الجونة خليكم معنا موسيقى 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 وسط حالة من الترقب لما يمكن أن يضيفه مهرجان الجونة السينمائي لنجاح الذي حققه في دورته الأولى افتتح قبل عدة أيام فعليات الدورة الثانية من المهرجان في مدينة الغردقة بمنتج الجونة على شاطئ البحر الأحمر بشرق مصر بعرض مبهج حمل اسم العالم الجونة شارك فيه أكثر من 17 نجما سينمائيا أبرزهم يسرى ومنازكي وسط حضور عدد لفيف من الفنانين وصناع السينما والشخصيات العامة كان لافتا اقتباس فكرة العرض وبعض كلماته من أغاني الفنانة الراحلة سعاد حسني ليعبر عن مدى شغف الفنان العربي وحبه بالسينما والأفلام وكنوع من الترحيب الخاص بالمهرجان وضيوفه والأهم من ذلك أن هذا العرض جاء من أجل تسليط الضوء على معالم الجونة السياحية ويقام المهرجان منذ اطلاقه تحت شعار سينما من أجل الإنسانية تضامنا مع الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بعض الدول من حروب وصراعات مسلحة موسيقى ويقدم المهرجان على مدى تسعة أيام نحو أربعة وسبعون فيلما منها خمسون فيلما داخل المسابقات المختلفة فيما تعرض البقية ضمن برامجا موازية وعرض المهرجان في الاتتاح الفيلم الفرنسي سنة أولى للمقرج دوماس ليلتي يتناول الفيلم قصة طالبين في السنة الأولى بكلية الطب أحدهما يعيد السنة بعد أن رتب لكنه شغوف بالطب والآخر طالب التحق بالكلية بناء على رغبة والده الجراحة ولا يكترث كثيرا بدرسته لكن صداقة ما تنشأ بينهما ويقربان التحالف معا من أجل تحقيق النجاح ويستمر المهرجان حتى الثامنة والعشرين من سبتمبر أيهل الجاري إمان هاريدي لبرنامج فلسطين هذا الصباح شكرا لزميل إيمان الهاريدي على هذا التقريب وأكيد منه راح ننتقل لموضوع مش بعيد عن الفن راح نكون مع الفنان طبعا مصطفى مرار لكن قبل ما نستضيفه معنا في السوديو نتعرف عليه راح نستمع لهذا أو راح نشوف هذا الفيديو غنية جديدة طبعا الفنان مصطفى مرار وهي غنية حب لبلدي خلينا نشوف هاي المقاطع من الفيديو كليب ونرجع لكم أكيد راح يكون معنا مصطفى حاضر في السوديو حسين وحالي مهموم حب يا بلدي حب أبدي قلبي وريم وريم جديدة نفسي يا بلدي حسين وحالي مهموم عقم طعم الذل ومر نفسي أعيش حساس الحر يا خوف الأيام تمر وأنا فيك ومنك محروف عقم طعم الذل ومر نفسي أعيش حساس الحر يا خوف الأيام تمر وأنا فيك ومنك محروف موسيقى موسيقى ربي وص ما ننسى الأقصى نحن وطن إلى آخر روح احنا نظل من ننسى والمقصر ما فينا نروم احنا على عرضك يا قدس لا خف نوم عرفنا ليحس يا عدوي اي اكبر درس على ارضي ما اتضل يطحو مشاهدين مستمرين معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح وبعد ما شاهدنا مكتطفات من اغنية حبي لبلدي للفنان الشاب مصطفى مرار بالراحة فيه بالاستوديو اهلا وسهلا الله يسعر الحان حلوى مصطفى يعني بصراحة جميل الالحان اه قبل ما نبلش في هاي الاغنية وفي اعمالك انا حاب يعني تعرفنا على البداية ونشأي لك اه انا اسمي مصطفى مرار من القدس عشرين سنة طول عمري بغني منو انا صغير بلشت معي موهبة قدش يعني كان عمرك يعني ممكن نقول عشر سنين بلشت من مدرسة انو اغني لحالي فهيجوا صحابي يسمعوني وانو كنت مرات ممكن اسطحة واخجل فاللي هب فيها مرة واحدة انو صحب يروح حكى عني لالاستاذ فالاستاذ نداني صرت في جوقة اول في حدف العالي صوته حلو يعني لا صراحة انا يعني لحالي صرت طلعت انو بغني لما محاكية لالاستاذ وبعدين فالاستاذ قال لي انو لازم تشارك يعني اذا صوتك حلو ممكن بدي اسمع صوتك نشوف صحيت اولها مرة خلص خفت في هيبة فغنيت وقال لي انو لازم انت تكون في جوقة المدرسة حرام انو ما تشارك يعني شركت في الجوقة اول مرة وصرت مرة او مرة انو اطلع جميل يعني الاصدقاء اللهم فضل عليك طبعا يعني باكتشاف موهبتك وحتى الطلاب الاساس اللي حواليك عارفوا انو انت بتغني طبعا نحكي عن هذا الدور المهم للاصدقاء صراحة انو واحد لحاله من الاول ما بيقدر انو يطلع او يبين او هيك لازم من حد انو يدفع او يدعمه شوية لانو قد ما يكون صعب الواحد انو يروح يحكي انا بعمل هيك فلازم تساعدوني ممكن انو تجي من واحد تاني وتطلع احلى او انو تطلع ممكن انو واحد يآمن فيه او يمكن الشخص انو ينغرف حاله شوي ما يكون انو عنده هالموفبه صاحبه بس لازم انو حد يآمن فيه عشان يكون انو موهبته موجودة فلازم اصدقاء مرات يساعده ويطلع ويعمله ممكن انو نكشات تصير من هون من هون ممكن بالصدفة ممكن حد غريب كمان بس هالنكشات حقوة بدخلته اه اه ممكن انو ما بنساه يعني اشياء صغيرة وبسيطة وزمان انا صغير بس انو ما بنساه صراحة مصطفى احنا اليوم في حلقتنا من الساعة 8 الصبح حكينا عن القدس التعليم في القدس حكينا عن الجالي الفلسطيني في امريكا حكينا ايضا عن الدور الوطني الموجود اليوم في الصمود طبعا لشعبنا الفلسطيني حكينا عن الاسرة فشو حاب تسمعنا اشي طبعا بعد ما سمعنا احنا جزء من اغنية حب لبلدي حاب اسمع اشي منك كمان يعني الو علاقة هيك في المواضيع اليوم طرحناها احنا من الصبح لحد هذا الوقت او ميساف سانو نسمع صوتك اكيد يعني نسي برضو على مصر اوه هي يا ابني يا ابني بلادك قلبك اعطيها وغير فكرك ما بيغنيها ان ما حميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك بيحمي اوه يا يا ابني بيك موصي لك ابي الممات بلادك صلاة للحب صليها اوه لو عليها تقلت الحملات شعين غدرت طلعت فيها مثل الاسد تخلي بالحزاد صرخة بطل على الكون ودي اوه هي جدا وإحساس عن جد قدر يوصلنا نحكي أكتر عن أغانيك أول أغنية إليك إيش كانت ونحكي عن الأغانية بشكل عامل أنت عم بتغنيها وكمان ميسى أنا يعني حابب أحكي مع مصطفى سمعنا الأغنية ولكن أنا شفت أنه صوتك في الطبقات العالية رائع جدا يعني بيخلي الشخص المقابلك مباشرة يستمع بتشده بصراحة من أول موال كمان وين بتشوف حالك ممكن في المناطق العالية يعني طبقات العالية أكتر إنه عشان صوت مفتوح وإنه بقدر أتحكم في الصوت العالي وهيك في الفوليوم الأخاني أول أغنية كانت إلي لصوء صديقي يعني الله يرحمه شهيد نهد مطير الله يرحمه الله يرحمه كانت في يومين تصوت تقريبا يعني أو في يوم وليلة خلينا نقول اليوم الثاني إنه نزلت كانت سريعة والحمد لله بس إنه عن جد كلمات الوجع كانت فيها كبيرة كانت كلمات رأفات مصلح والأغنية الثانية إلي اللي اسمعنا كل ده أب قلبي والاسمعناها حبي لبلدي التالتة كلمات وألحان مين ألحان محمد الولويل توزيع مصعب الولويل ستوديو ميزيكل ساوند قلقيليا وكلمات رأفات مصلح جميل جميل طيب يعني لما إحنا بنتحدث عن بدايات إليك طبعا نظرا إحنا دائما وجودنا في فلسطين وممكن الفنان الفلسطيني بتحتم عليه أنه يدخل للجانب الفن الملتزم والأغنية الوطنية وكمان إنت موجود في القدس ومنعرف واقع القدس وتعرضها بشكل أكبر للاعتداءات الإسرائيلية فبتشوف حالك بالفن الملتزم راح تضل والأغنية الوطنية ولا راح تطلع لألوان أخرى ناحية هاي إنه ممكن إنه كيف بيزبط على الصوت ألوان مختلفة مثلا أو إنه كيف صوتك بيطلع أو بيبين للناس أو شو طلب الناس لإلك إنه شو الحلو على صوتك طبعا الأغنية الفلسطينية والوطنية هاي راح تضل طول عمرها قد ما يكون يعني عندي واللي عند غيري طبعا راح تكون ما راح تغادر أي شخص خصوصا إنه لما يكون ابن قضية يعني ابن قضية وابن وطن زينا إحنا كفلسطين يعني مش كأي بلد تانية فلسطين ما بتغادرش مننا قد ما إحنا طلعنا ما تضيف شو ممكن تضيف لجانب الأغنية الوطنية؟ يعني مثلا يعني لأي جانب ممكن تروح يعني ممكن إنه جانب الطربي ممكن جانب الرومانسي ممكن البسيط شوية هيك طربي شوي يعني البسيط حابين نسمع إشي منك إشي جميل الدنيا لسه الصباح حلو باحث يسمع هيك أغنية جميلة بصوت جميل على الواصل ممكن نسمعه أمان عليك يا ليل طاول وهاتي العمر من الأول أمان عليك يا ليل طاول و هاتي العمر من الأول أمانا 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 وأمانا أمانا 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 وأمانا يا ليل يا ليل يا ليل طاول على العشاء و قولي الفجر ما يبنش يطول العمر على المشتاء والساعة القرب ما يطلش شو الصوت الرائع؟ بل بل والله مصطفى الله خليك يا رب رائع جدا مصطفى يعني بصراحة طبعا أنت في بداية العمر وإحنا مبسوطين على فكرة في هاي الشخصية الفنية الموجودة عندك في عمر العشرين ومبسوطين إنك موجود معنا بصراحة في فلسطين الله يسعر و جينا اليوم هو من القادس تحديدا من البلدة العديمة يا أهلا وسهلا فيك أكشي شو ناوي يعني كيف ناوي كمان في الأيام المقبلة في السنين الجاي إنك إنت تخطط لهذا المستقبل الفني خاصة إنك بتمتلك صوت يعني حنجرة ذهبية ما شاء الله الله يخليك يا رب أنا عشان كان عندي شوية صعوبة مثلا أنه أربط بين دراستي أو أنه أدرت بين دراستي وموهبتي وبين العمل هلأ أنا دخلت بيرزيت تخصص موسيقى العربية كاللوس الموسيقى العربية جميل هون أنت ما بعادت إنه ما بعادت على الجانب الفني خصوصا يعني كثير حقولي إنه ليش ما تحط إشي جانبي مثلا ليش ما تخلي الموهبتك إنه الغناء إشي ثانوي وبرضه معها شهادة ومهنة خارجية يعني أنه أنت ضل تستفيد إنه ما تنقتع في يوم الأيام أنت شو كانت وجهة نظرك تجاه هذا الإشي؟ وجهة نظري إنه صراحة تفكير سطحي صراحة لأنه أي شخص بيشوف حاله شاطر بما هو أو بيحبها بيآمن فيها عن جد بنصحه إنه يدخل عليها قد ما تكون صعبة قد ما تكون مثلا نادرة في البلد الموجودة هون أو صعبة أو زي يعني عنا بالنسبة للموسيقى زي نادرة تقريبا درس الموسيقى إنه شو بتدرس أنت موسيقى ليش موسيقى شو بتعمل الموسيقى وإيش داك تصير في المستقبل بس إنه بس إنه بدي أحقق حلمي يعني يعني للأسئلة اللي بتتوجه لأي شخص مثلا مثلي بدي أحقق حلمي وبدأ أعمل الإشي اللي بحبه مش إنه إيش بدي أصير في المستقبل وإيش بدي أشتغل في المستقبل بدي أحقق الإشي اللي بحبه وخصوياً لما يكون واحد بحب شغلة يدرسها أكيد رح يبدأ فيها جميل مصطفى إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم فأنا حاب أشكر كل من نضم لنا في هذا الصباح وتابع محطتنا اليوم في فلسطين هذا الصباح في كل مواضينا وأشكر ميسى كمان ونشكركم ونشكر مصطفى الموجود ولكن أنا حاب أنهي مع مصطفى ننهي مع مصطفى في موارقة وأغنية حلوة هيك إيش حابب تسافينا وننهي بلنا مشنا أكيد الصباحي كنا معكم مشاهدين على مدار ساعتين من الزمان بمواضيع مختلفة ومميزة وإنشارها تكون نالت إعجابكم مصطفى اليوم رح ننهي البرنامج معه بصوت الجميل أنا صباحاً بدأ أشكركم أنا كثير وبدأ أشكر أستاذ براهيم أبرميلي أبو الأمير يلي بعثنا على هوني وحكايل عنكم وعرفنا عليكم وبشكر كل اللي ساعدوني وبشكر أمي اللي بتحضرني وأختي تولين وبشكر الجميع ومنسمعكم نهية الحل البعد ببالي أهل هاكي الضار متعوب قلبي والفكر محطار صارت عيوني مشرد الأفتار مشتاء روحي لصوبكم مشوار هب الهوى وتجرح الموهل ولا علم من صوب ولا مرسال غابت عيوني عالصهر هو وحدي وهم ومقلبي جبال فوق جبال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر